الحمد لله صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد مكتبة والدنا السيد سيد احمد رفاع الوزير لناه بشيخ طريقة رفاع الصفحة دولة كويت لا تنضب هاي صورته هاذا الكتاب وايد كان يحبه كله يقول لي اخار دروح صوره عند الحافظ شوفو تلقينا الميت والدعاء بعد الفاتحة كيفية الصلاة على الميت ناشرة محمد احمد الفارسي هذا شوفو بالوكبيديا ما هو مولود الف وثمانمائة خمس و سعين متوفي الف وتسعمائة وثين وثمانين بدولة الكويت لاحق لاحق عليه الوالد شوفو انا حط اسمي بعد كنتا اخذوا ما استعيرهم منه كان كله يعني ذي كل يوم حتى القاضي والدخطنا شعرتها البيت البيت ندى السيد والساجم السيد احمد الرفاعي السيد صالح السيد احمد سعبد الرفاعي كله يحب يلقى الموته فالناس يقول يستقربون بدولة الكويت وهو من صلب يعني تاريخ دولة الكويت الحبيبة دار الصباح تلقينا الرجل يعني شي موجود فإحنا ودنا ان الناس تكمل المسيرة عقب الوالدة ويعقب الرفاعية كاملوا مسيرته يعني هاي عالم من علماء دولة الكويت هو واليسم من عيسى الجناعي والجراح يوسف خلافة حيان محمد خلافة الفاو محمد خلافة حيان بن بلال الجلاهمة كلهم العطية الأثاري شيخ مساعد الأخرافي كلهم انتوا كاملوا المسيرة شوف مرأة أو رجل الحاط لايش ما حاج يتبنى أفكارهم يعني أنا متعجب بصراحة انتوا يعني كتبهم تعبوه شوفوا خاطها واحد لب خطيدة ناس يعني كلها خاتمة شوفوا قروها في الصلاة على الميت يعني ودي ان احنا نحيي هالترات هذا اذا ما يعني الناس ما تبقى الصوفية مذاهب الأربعة الشافعي الحنف الحنبل المالكي يعني علماء تعبوا وتعبوا وألفوا الوالد كان ذكي قتلكم أبو ياقوب الرفاعية كان يعرف منه يختار الكتب اللي يقراها فانتوا حاولوا انكم انتوا هالكتب يعني تعينون نعين نفسنا ونحن ننشرها هاي سيرها تبقى ياقوب الرفاعية لازم ان احنا نعيد الأمجاد يا ناس هاي من صلب تاريخ دولة الكويت يعني مو شي غريب علينا الحين دي كان يوم بالمقبرة لا لا ولا تنادي الميت ولا تلقن وليش وهي بصلب يعني الإسلام وصلب يعني الدين مشايخ الأزهرية وبتونس كان الوالد يقول وغيره وباليمن قالبعل والسقاف بكل دول عالم مغرب تونس كلهم يعني هذي عندهم يعني مو مثل ما يقولون غريبة فانتوا هاي الكتب انا ماني مثل ما يقولون عالم بس انتوا تتبعوها وحاولوا انكم انتوا تنشروها وشكون